بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الرسول الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بأحسان إلى يوم الدين معنا الجزء الثالث من ورقة العمل طبعاً احنا وصلنا لسؤال رقم 26 اللي هم بده يتكلم عن البناء الضوئي لكن دعنا نتكلم عن حلقة كالفين بشكل سريع شو كانت أبرز تفاصيل حلقة كالفين بتتعلق بالحسابات الكيميائية هلأ بحكيلي في عندي أريو بيبي ثلاثة صح؟ تتذكروا؟ اللي هو الريبيولوز باي فوسفيت اللي هو عبارة عن مركب يحتوي على مجموعتين فوسفيت بالإضافة لخمس ذرات كربون هذا الريبيولوز باي فوسفيت بدي يرتبط معاه السي أو تو بعملية منسميها تثبيت السي أو تو لكن بحتاج للإنزيم الروبيسكو فأنا عندي كم أريو بيبي؟ عندي ثلاثة أريو بيبي فبالتالي بحتاج لثلاثة سي أو تو كل سي أو تو بيرطبط مع أريو بيبي فبتكون مباشرة عندي مركب سداسي سميناه سداسي لأنه صار يحتويلي على ست درات كربون من وين يجو ست درات كربون؟ خمس درات كربون هون في عندي كربون من السي أو تو صار عندي ست درات كربون كل مركب بعدها مباشرة سرعان ما ينشطر يتحلل ينشطر ينقسم من النص فبالتالي صار في عندي 1 2 3 4 5 6 جزيئات PGAL اللي هو باي فوسفيت عفوا اللي هو حمض قليسارين وحادي الفوسفات أنا أسأل حمض قليسارين وحادي حمض الاغليسارين وحادي الفوسفات لنصر احتويلي على مجموعة فوسفات واحدة هلا هدون الستة BGA طبعا نحن نحفظهم BGA ستة BGA بده يصير له عملية اختزال هاي عملية الاختزال تحتاج لعامل مختزل مين هو العامل المختزل هون اللي هو الناد بي أتش فهون أنا عندي ستة BGA فبحتاج لستة ناد بي أتش بتحول لستة ناد بي بلس طيب وهدول برضو بيحتاجوا لستة ATB بتحول لستة ADB طب أسأل ليش صاروا ADB لأنه أسأل الATB لما أخد منه الطاقة برجع لADB صح؟ شو صار عندي بي جي أل اللي هو قليسار ألدهايد وحادي الفوسفات من هدول الستة طب ما صار زيادة لا كربون ولا شي صح؟ وضل نفس العدد ستة بستة هدول الستة بيغادر منهم واحد بي جي أل تمام؟ الخامسة شو بعملوا؟ برجعوا لCO2 عفوا برجعوا لـ برجعوا لـ لكن عملية عودتهم شو بيحتاجوا؟ لـ 3ATB شو بتحول لـ 3ADB طيب أستاذ غادر هاد شو استفدنا منه؟ أستاذ مش هدول رجعوا لـ ترجع بتلفلي كمان لفه برجع بتطلعلي كمان بي جي أل بصير في عندي بي جي أل وبي جي أل هدول الاتنين كونوا لي واحد الجلوكوز تمام؟ طيب حكالي تعال نشوف الأسئلة طبعا يا أخوان حبايبي كل الأسئلة اللي نشتغلها نسمك تناسو هاي الأساس أنا عندي وبيدي أشتغل على الأساس اللي أنا عندي بقول لي إذا تم تثبيت 27 جزيء CO2 فإن عدد جزيئات الـ بي جي أل المغادر لحلقة كالفن هل بطلع على حلقة كالفن هي بتعملي على مغادرة واحد بي جي أل طيب لما يغادر هذا الواحد لهذا الأصل صح؟ لما يغادر هذا الواحد كم سي أو 2 بثبكت؟ ثلاث فماجي بقوله هيك طلع الثلاثة سي أو 2 من خلال حلقتهم بيغادر واحد بي جي أل طب أنا عندي 27 سي أو 2 هدول كم بي جي أل بيغادر فيهم بعمل درطبات له صح؟ فبالتالي بتصير 27 على ثلاث اللي هي تسعة بي جي أل فباجي بقوله هون معلم تسعة بس بعيد أنا بالأصل بالحلقة بيغادر واحد صح؟ طب هذا الواحد لما أبدو يغادر كم أصلا ثبتت سي أو 2؟ ثلاث طب أقول له ثلاث سي أو 2 بغادر منهم واحد بي جي أل طب السبع وعشرين سي أو 2 لما أثبتهم بالعملية أو بالحلقة كم بي جي أل رح يغادر بعمل درطبادلي وبالتالي رح يصير عندي في النهاية قسمة فبالتالي بيطلع عندي التسعة بقول لي إذا أردنا بناء ثلاثة جزيئات غلوكوز كناتج نهائي من حلقة كالفن فإن عدد جزيئات الـ ATB اللازمة هلأ باجي للغلوكوز الواحد يخواني هس حكيتها قبل شوي أنا لغلوكوز الواحد كم حلقة بدي؟ بدي حلقتين هلأ الحلقة الوحدة بحتاج لتسعة ATB وين؟ هي ستة ATB وهي ثلاثة ATB صح؟ طب الحلقتين بحتاج لتمنطاش هاي الحلقة الوحدة تحتاج لتسعة ATB طب الاثنين حلقة تمنطاش صح؟ هلأ الاثنين خلقة يعني واحد غلوكوز طب هو بده كم غلوكوز؟ ثلاثة فبالتالي بدي أشوف كم ATB بده فباجي بقول له هون الواحد غلوكوز بحتاج لكم ATB 18 ATB طيب الثلاثة غلوكوز قديش بده؟ اعمل ضرطة بعده ثلاثة في ثمانية أربعة وعشري صح؟ ثلاثة في واحد ثلاثة وان خمسة فبالتالي إجابة أربعة وخمسة حلوين يا إخوان؟ طيب نمسح هنا عشان نترك لحالة مساحة إذا تم إنتاج 120 جزيء NADB بلس أثناء حلقة كالبن فإن عدد جزيئات المالتوز التي يمكن إنتاجها حلوين هلأ نتذكر شغلة بس إنه المالتوز عبارة عن 2 غلوكوز فبالتالي إنت عشان تعرف عدد جزيئات المالتوز أجب أقول له 120 NADB كم إجلوكوز أنتجوا لي كم إجلوكوز أنتجوا لي طيب كيف يا عصب بدي أعرف تعالي إخوان شوي هون هسا أنا عندي ناد بلس هاي أنتج لي هون ناد بلس 6 في غير هون لا إذن باجي بحكي له هون طيب باجي بقول له الحلقة الوحدة بتنتج 6 ناد B بلس صح طب أنا بدي أتعامل مع غلوكوز فبحتاج لكم حلقة حلقتين حلقتين يعني بدهم 12 لعد أشتغل معلم على الحلقة انيض فباجي بقول له الواحد غلوكوز بيعطيني 12 ناد بي بلس طب أنا عندي كم ناد بي بلس 120 ناد بي بلس هلأ هدول كم يغلوكوز بعطوني اعمل ضرتبادولي فبدي يصير 120 على 12 فبديهم يعطوني 10 غلوكوز حلو هدول 10 غلوكوز كم مالتوز بقدر أعطيهم كم مالتوز كل مالتوز 2 غلوكوز طب عندي 10 لعد بقدر أكون 5 مالتوز فبالتالي الإجابة كم 5 تم إذا تم إنتاج 5 جزيئات BGAL كناتج نهائي حلو فعنا عدد دورات حلقة كالفن هلأ الBGAL الواحد هاي الواحد كم دورة طلع باختصار بس أحكي لكم شغل الحلقة الواحدة فيها ثلاث دورات حلقة الواحدة كم دورة ثلاث دورات وسلوين ثلاث دورات طلع شفت كل Are you baby دورة أنا عندي كم Are you baby ثلاث فبالتالي ثلاث دورات ممتاز طيب شو بحكي لها هسا هون إذا تم إنتاج خمس جزيئات BGAL كناتج نهائي طيب الحلقة الواحدة بتعطيني واحد BGAL ممتاز هاي مضحطي الأمور باشي بقوله الواحد BGAL تعطيني ثلاث دورات طب أنا عندي كم خمسة BGAL هدول كم دورة فيهم اعمل ضر تبادولي بطلع 15 دورة فبالتالي الإجابة 15 ماشي اخوان ماشي حبايبي ننتقل لسؤال رقم 3 حكالي إذا تم استهلاك 12 جزيئ ATP أثناء مرحلة إعادة تكوين مستقبل CO2 فإن عدد جزيئات اللي يمكن إنتاجها أنا أعرف أن كل حلقتين كالفين أعطيني جلوكوز 1 تعال نشوف بالله هون مرحلة إعادة تكوين المستقبل هي هاي صح بالحالة الطبيعية أو الحلقة الوحدة يستهلك كم ATP ثلاث طوهم سهلك 12 يعني أريد أن أرى كم حلقة أريد أن ألعب أريد أن أرى أريد أن أرى أريد أن أرى أريد أن أرى بستهلك في هاي المرحلة اللي هي مرحلة إعادة تكوين مستقبل CO2 وثلاثة ATP طب هو قداش مستهلك 12 ATP فكم حلقة بيكون طلع لي هون بعمل ضرتباد الـ 12 على ثلاث اللي هي أربعة فأنا هون أربع حلقات أوكي هلأ الواحد جلوكوز بيحتاج لتنين حلقة طب أربع حلقات كم جلوكوز فيهم ضرتباد ولي بتصير أربع على اثنين هي اثنين جلوكوز بس فهمنا كيف نشتغل إخواني هلأ هي بس المخ كمان يعني بدك تشوف مين مع مين بتعمل نسبة والتناسب مش بس المهم أعمل نسبة والتناسب فهمنا طب أصلا ليش اشتغلت زي هيك لأنه يتحدث عن ATP بمرحلة إعادة تكوين المستقبل ويبدأ جلوكوز ما في ربطة مباشرة إلا الحلقة بينهم فشوفت كم حلقة طلع وبعد الحلقات شوفت كم جلوكوز بقدر أطلع لأنه الحلقة مبنية عفوا الجلوكوز مبنية على عدد الحلقات كل حلقتين أعطيني واحد جلوكوز فكان مهم عندي أطلع كم حلقة وبعدين أشتغل الشغل التعلي أوكي هيك أنا أنهيت البناء الضوئي كامل أسئلته هلأ من 31 وانزل ما نتكلم عن الوحدة الثانية اللي هي وحدة الخلية طيب حبايبي سؤال 31 بتكلم عن دورة الخلية هلأ دورة الخلية في عنا شغلة في عنا نسبة المرحلة البيينية أنا بحكي عن الأرقام بتساوي 90% ما يقار 90% ونسبة لمرحلة الانقسام 10% حلوين تمام أمام حسا هدول بقدر أشتغل عليهم قانون اللي هو نسبة المرحلة سواء بينية أو مرحلة انقسام يساوي عدد الساعات المستارخة على كل ضرب 100% بلعب لي على هدول التلات شغلات تعالوا إذا استغرقت دورة خلية لخلية ما في الإنسان 15 ساعة إنها كلية فإن الوقت المستغرق أثناء المرحلة البينية بعد شغلي على المرحلة البينية فنشتغل على هذا القانون طلع نسبة المرحلة أي مرحلة بينية شو نسبتها ثابتة 90% تساوي عدد الساعات المستغرقة بدو إياها هاي فإن الوقت المستغرق على إذا استغرقت دورة خلية لخلية ما في الإنسان 13 ساعة فإن الوقت المستغرق أثناء الانقسام المتساوي نفس الحركة لكن ما باستخدم نسبة انقسام منصف مرحلة بينية باستخدم نسبة انقسام يعني 10% تساوي X على total 13 ضرب 100% 100 مع 100 بتروح وصفر مع صفر بروح أضرب صار 10X بساوي 13 على 10 على 10 X بتساوي 1.3 إذن الإجابة ساعة وثلاث 30 دقيقة إذا استغرقت خلية ما في المرحلة البينية إذا استغرقت خلية ما في المرحلة البينية 18 ساعة فإن عدد الساعات اللازمة في مرحلة الإنقسام الخلوي حلوين حلوين هل يا أخواني أول إشي عشان أنا أوجد عدد الساعات المستغرقة في الإنقسام الخلوي هاي مرة نسبته معي اللي هي 10% بس بدي الكل فأنا بستغل من هاي إني أوجد الكل كيف باجه بقول له تعالي يعني هو أعطاني عدد الساعات في المرحلة البينية إذن هون عدد الساعات في المرحلة البينية معاي نسبة المرحلة البينية بطلع الكل صح تعالوا نشوف هلا يا أخوان 90% تساوي عدد الساعات في المرحلة البينية 18 صح على كل X ضرب 100% نسبة مع نسبة بتروح صفر مع صفر بروح شو صفة عندي 9X بتساوي 180 على 9 على 9 X تساوي عندي 20 ساعة totally لازمة لهاي الخلية كم 30 فأنا إخوان عدد الساعات لهاي الخلية ومعطيني الكل صح وأنا معي نسبة البينية بده عدد الساعات المستغرقة وين عدد الساعات المستغرقة في مرحلة الطور النمو الثاني فقط تمام فهون اللعبة تكتكلي إياها كالآتي طبع كيف هلا يابا أنا أصلا نسبة بينية كم 90% جزأ لي إياهم G1 S G2 صح طيب G1 40 في المية والS 20 كم بيضل 90 في المية 60 بيضل 30 في المية صح فباجي بقوله تعالي عمي هاي 30 في المية بدي نسبة 30 في المية من أصل كم توتلي 13 ضرب عفوا 30 ضرب 30 كيف بدي أحلها هاي هيك أستاذ 30 في المية هاي بقدر أشتغلها كالآتي هاي 30 على 100 تمام صفر مع صفر بروح صفر مع صفر بروح إذن توتلي كم 9 ساعة إذن الإجابة هي 9 الإجابة كم 9 كيف أستاذ طلعتها أو جدت الجي تو نسبتها 30 في المية أضرب نسبة الجي تو في العدد الكلي للساعة مسهلها علي صح 35 30 خلينا نشوف إذا استغرقت خلية نرفع شوي عشان تتماني تشوف إذا استغرقت خلية في أثناء طور النمو 6 ساعات في أثناء طور النمو الأول G1 6 ساعات فإن الماد المدة الزمنية طبعا بالساعات اللازم يطور الإنقسام الخلوي يساوي أوكي بده الأم قداش علما بأن مجموعة نسبة طور النمو الثاني والتضاعف من دورة الخلية يساوي 40 في المية نسبتهم كم 40 في المية هدول مين نسبة الأس ونسبة مين اللي هو الجي تو حلوين طعب الجي تو والأس كم نسبتهم من 42 في المية لعادي الجي وون كمّل للتسعين نسبته كم 50 في المية ماشي بعيد لإنه المرحلة البيينية نسبتها 90 في المية بتشمل جي وون بتشمل أس وبتشمل جي تو صح؟ بقول لي هدول الثمتين عفوا بقول لي هدول الثمتين مع بعض 40 في المية إذن كم صفة لهاي 50 في المية ترم بقدر ألعبها نسبة وتناسب كيف باجي بقول له تعال معلم الخمسين في المية تاعت الجي وون استغرقت 6 ساعات صح؟ نسبة وتناسب طب هو شو اللي بدي بدي الفترة الزمنية اللازمة لطور الانقسام الخلوط بالانقسام الخلاوي 10 في المية كم ساعة بديه أعمل در تبادي شو بصفي 60 على 50 100 مع 100 بتروح أوكي صفر مع صفر بروح 6 على 5 نحسبها سريع 6 تقسيم 5 ساعة 20 دقيقة راح تطلع معي إجابة رقم دال ماشي هيا خلصنا كدورة خلية خلنا ننتقل لشغلة ثانية اللي هي بالانقسامات هكالي هون خلية جسمية في كائن حي تحوي 16 كروموسوم يعني هي خلية فيها 16 كروموسوم انقسمت أربع انقسامات متساوية طبعا هذا الشغل على انقسامات المتساوية ما رح احكي لك على انقسامات المنصفة تمام فهنا خلاء فان عدد الخلية الناتجة من هاي الانقسامات هلاء عدد الخلايا الناتجة أو عدد الخلايا المنقسمة كيف أوجده؟ عبر قانون 2 قوة numb تمام عبر قانون 2 قوة ايش؟ از är من عدد الخلايا الناتجة من هاي الانقسامات عدد اللي من قشاناتها ما بين ما بين تمام تمام؟ طيب فبعجب أقول له هون 2 قوة كم انقسام؟ 4 2 قوة 4 قديش؟ اللي هي 16 صح؟ ليش؟ إنه 2 ضرب 2 4 ضرب 2 8 ضرب 2 16 فالإجابة كم 16؟ طيب ليش يصال الكروموسومات ما بتهمني؟ لأنه يا إخوان هلأ أنا لما أنقسم الكروموسومات هالإنقسام متساوب وهو بظل 16 انقسم 16 16 إلى آخر تمام؟ خلية جسمية في كائن حي تحوي 24 كروموسوم انقسمت 8 انقسمات متساوية فإن عدد الكروموسومات في كل خلية من خلاياها الناتجة يعني إخوان خلية تحتوي على 24 كروموسوم انقسمت 8 انقسامات متساوية كمي تحوي على كروموسومات في كل خلية؟ 24 امقسام متساوي نفس العدد تغير؟ ما بتغير؟ طيب تنقسم كل خلية جسمية 12 ساعة تقريبا فإن عدد الخلايا الناتجة من الانقسامات بعد مرور ثلاثة أيام بده عدد الخلايا الناتجة عدد الخلايا الناتجة اثنين قوانون دون عدد الانقسامات فأنا بدي أعرف بالثلاثة أيام كم مرة قسمت طيب هلأ لاحظ هون معطيني ساعات فأنا اليوم الواحد يساوي 24 ساعة طيب الثلاثة أيام بضرب ثلاثة ضرب 24 بدا تساوي عندي 12 6 72 ساعة أوكي هلأ باجي بعمل كالآتي 72 ساعة هي بتنقسم كل 12 ساعة فبدي أعرف كم مرة بدا تنقسم 72 ساعة فالتنين وسبعين بقسمها على 12 شو بدأت تطلع معي 7 2 تقسيم 12 اللي هي بدأت تطلع عندي 6 مرات كم 6 مرات فبالتالي باجي بقول له تعالي عمي هاي القانون 2 كم مرة انقسمت 6 2 قوة 6 نحسب أنا بداي في الرياضيات يعني أنا علاقة حالي تحملوني 2 قوة 6 64 وانتو شط شطار أبطال تمام؟ هاي بالنسبة للانقسامات نيجينامين للأحماض الأمينية اللي هي آخر الأشي اللي بواكينا هني أنشوف موسيقى